بمناسبة الحاجات الحلوة النهاردة انا هوريك لقطة محدش خد بالهم منها او مش كتير يعني خدوا بالهم منها لقطة عظيمة توريك الحالة في المنتخب توريك احنا فين بص معي لعيبة منتخب مصر ومعهم زيزو وقفين يتطمنوا على محمد الشناو لما تعور في دماغه بعد شوية كل اللعيبة دي مشيت مين اللي فضل بيتطمن على الشناو يا جماعة عايز يتطمن عليه مية في المية احمد مصطفى عزيزو نجم نادي الزمالك بيطمئن على محمد الشناوي نجم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي هات اللي بعدها انزلت شوية كمان انا حاس ان انا من فوق شوية مش شايفك كويس مش قادر اتطمن نازل مع الجهاز الطبي بيتطمن على محمد الشناوي ايه احنا بنتخاني في ايه بقى اهلي وزمالك وقصة وحكاية ومين اعظم نادي في الكون ومين اعظم نادي في مصر ومين اعظم قلع رياضية في مصر نجم نادي الزمالك مع نجم النادي الاهلي في منتخم مصر والله صور بمليون جنيه مليون ايه مليار جنيه والنبي عرض الصور تاني معلش انا انا اصلي الصور دي عجباني مكيفاني تاني بص الحلاوة بص على زيزو يولي لقص لعبة الاهلي والزمالك بتخنقوا مع بعض اصلي مش عارف مين اعظم ومين احسن ومين اجمد وحاجات ناس صغيرة اللي بتدخلنا فيها وتلاقي واحد زي زيزو وواحد زي الشناوي كباتن يعني كباتن زيزو نازل الطمر بالمناسبة تعالي بالمناسبة بالمناسبة اللعطة دي جاية امتى زيزو بيطمئن على الشناوي وحارس مرمى مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول قبل كام يوم من السوبر المحلي مش اللي هو يقول لك ايه يا رب بقى جريتكم نشناوي تصبوا مايلحقش المطش عشان نبقى عندنا فرصة اكبر ان احنا نفوز وشناوي ده واحد من الركاز الاساسية في النادي الاهلي والعمدة الاساسية فلما يقعد ضايح يطمئن على المنافس بتاعه بعد كام يوم بس هو النهاردة صاحبه واخوه وشريكه في منتخم مصر مش شري معايا بطولات محلية ولا اهلي ولا زمالك ولا القصص دي والله والله في لعيبة زي ما احنا بننتقد لعيبة بتعمل حاجات صغيرة في لعيبة كبات كبات كبار يعني زيزو الشناوي واسماء كثيرة صابقة وحالية يعني لقطة حلوة بي